أستاذ رامي لكن الآن بعد أكثر من 110 أيام من هذه الحرب هل ينظر لألمانيا ميركل مثل ألمانيا شولدس المستشار الحالي؟ لا بكل تأكيد روسيا تشعر بشيء من الحنين لألمانيا ميركل حين كانت هناك علاقة شخصية وطيدة بين ميركل وبوتين وحين كان يتم التعاون وتعزيز التعاون طوال الوقت بينما تشعر روسيا بأن شولدس هو شخصية تنتمي إلى البيروقراطية الأوروبية وفي نهاية الأمر ينحاز للموقف الأوروبي الموحد وأنه لا ينظر إلى مصلحة ألمانيا الاقتصادية إعلاءاً للموقف الأوروبي والغربي الموحد فأعتقد هناك شيء من الحنين تجاه العهد ميركل دعني أنا بس أعلق هذا الموضوع حقاً ولو كانت ميركل اليوم حتى هي موجودة في الحكم لتصرفت كما يتصرف أولاف شولدس لأن رئيس حزبها الآن الذي أتى مكان ميركل يتصرف كما قلت أشرص من الحكوم ورئي ذلك ولكن الذي تغير في الموضوع هنا سابقاً الآن أصبح بالنسبة لدول أوروبية موضوع وجود لأن الآن وجود هذه الدول أصبح مهدداً الآن يقولوا بالنسبة للألمان من غير الموقف الألماني رغم أنه نعرف أنه مثلاً وزيرة الخارجية الألمانية من حزب الخضر وحزب الخضر قريب جداً من عرقة السلام وهو دائماً ضد الحروب ولكن عندما وجدوا بين هذا الموضوع حقاً يهدد الوجود الألماني أو ممكن يعيد التاريخ التوتر الروسي الألماني فهم أخذوا هذا الموقف ونصور أي حكومة تأتي الآن في أوروبا ستتصرف نفس التصرف لأن الشعوب تقرر الآن الذي يحكم في ألمانيا هي ثلاثة أحزاب الحزب الاشتراك الديموقراطي الحزب الخضر والحزب الليبرالي والحزب الآخر هو السيدئو الذي لكذلك لكلايداه أغلبية حوالي 30% كذلك يقول نفس الكلام إذن الآن الأحزاب الألمانية حوالي 90% تقول نفس الكلمة وإذن هذا هو الشعب والشعب الذي يقرر والشعب عندما يجد بأنه حقا أن مصريه مهدد وجوده مهدد فيقرر نفس القرار نحن نعلم للأسف دائما كان بوتين عول على ورغة اليمين المتطرف ويدعمه ماديا ويريد أن يزعزع هذه المجتمعات من الداخل ولكن هذه الأحزاب اليمين المتطرفة بعد أن رحل ترامب بوتين اخترق المجتمع الألماني من خلال اليمين المتطرف يحاول أن يخترق المجتمع الأوروبي كله عن طريق اليمين المتطرف يدعمه كما كان يدعمه سابقا الرئيس الأمريكي فلذلك عندما ذهب ترامب وكذلك بوتين الآن بينات أموره فأصور هذا ورغة لم يعد يستطيع أن يلعبها اليمين المتطرف أصبح يضمحل ولا يكبر لأنهم كانوا يكبروا بهذا الطريق ولكن هو من يدعم منه كم يكون باليمين المتطرف في أوروبا كلها ربما لا يتجوز 10% وهذا لن يستلم ولا أي حزب الآن دعني أخذ ألمانيا كمثال لا يوجد أي حزب ديمقراطي مستعد أن يعمل اعتلاف مع الحزب البديل الألماني يعني هناك وحدة موقف اليوم في ألمانيا حول كيفية التعاطي مع الروس نعم أغلبية بأكثر من 80% الشعب الألماني يقف خلف الحكومة الألمانية وفي وحدة حال لأنه حقا ويدفع الثمن ومستعد أن يدفع الثمن طبعا هو يتألم يجذ يقول كذا إلى أي حد وإلى أي مدى مستعد أن يدفع الثمن للمجتمع الألماني وألمانيا طالما الموضوع يمس الوجود أنا أصدر مستعد أن يدفع أكثر من ذلك وألمانيا كما قلت مرت عليها بأزمات وألمانيا غنية ولديها الإمكانيات والاقتصاد الألماني قوي فالألمانيا ستتحمل كثيرا وكما قلت وهي تستعد ربما لأكثر من ذلك ربما تستعد إلى الحرب الباردة الآن كما قلت يعني رصدت 100 مليار يورو ووضعت هذه الميزانية ووضعتها حتى في الدستور حتى إن أتت حكومة غير هذه الحكومة ستلتزم بهذا المبلغ فإذن المجتمع الألماني وكل المجتمعات الأوروبية أصبحت حقا ترى وجودها مهدد ولا تريد أن تكون عرضة لنزوات بوتين وأشكاله ما في توجهه الآن لتقديم تنازلات لروسيا من قبل ألمانيا يعني حتى التنسيق هل هو موحد اليوم كان في اتصال بين رئيس هيئة الأركان الروسية مع نظيره الفرنسي يوجد مشكلة أحد حقا أكبر خطأ قام به بوتين هو كالتالي هو الذي كانت أوروبا تحاول أن تتقرب منه حتى إلى هذا اليوم تجد مثلا يعني موكرون ليس بالمئة تحت العباء الأمريكية مثلا تركيا ليس تحت العباء الأمريكية هناك الدول كانت تريد أن تتخلص من الهيمنة الأمريكية ولكن بتصرف هذا جعلهم كلهم يرجعون إلى بيت الطاعة الأمريكية وهذا هو كان أكبر خطأ كثير من الدول وحتى ألمانيا وميركل أرادوا أن يتعاملوا مع روسيا على الأسلوب الاقتصادي على التقارب دائما يقولوا نحن في قارة واحدة نحن جيران روسيا لدينا أقرب من أمريكا علينا نتعامل معها علينا نبني المستقبل ولكن عندما وجدوا أنه هناك حقا أطماع إمبراطورية أطماع خطيرة يعني هو بعد نجاحاته وبعد تدميره إلى سوريا وكذا ظن بأنه يستطيع أن يعمل هذا بكل مكان فتغير رأي المجتمع الألماني كله هو الآن يقف بهذا الشكل ضد السياسة البوتينية في أوروبا وفي أوكراري وفي أوروبا ألت